النهاردة هنعمل الجلاش الحلو بطريقة الخاصة مش عشان هو جلاش حلو يبقى لازم نسقي شربات النهاردة هنعمله حلو من غير شربات ومش ضروري ندهنه ورقة ورقة احنا هندهنه كله مرة واحد يلا بينا نشوف الطريقة مع بعض وباسم الله في الاول كده هنجيب صانية مربعة او مستطيلة وهندهنها بمعلقة سمنة والصانية اللي انا باستخدمها النهاردة مقاس 30 في 30 بعد كده هنجيب لفة الجلاش اللي وزنها 500 جرام وهناخد ورقتين الاول مع بعض ونرفع طرف الورقة بالشكل ده ونطبقه على شكل قصر صغيرة يعني تقريبا كده 2 سنتي المهم هنعد نطبق في الورقة كده فوق بعض الحد ما تبقى زي المروحة الورقة اللي كنا بنعملها زمان وممكن على ايدي كده من غير ما تثبتيها على الرخامة تطبقيها بالشكل ده خلاص كشكشنا الورقة كله وخلصنا اللفة كلها نرصها في الصانية وكده نبتدي ندهنها بقى معايا ربع كبية سامنة متسيحة وممكن تحط المقدار اللي انت عايزة تحطيه على لفة الجلاش بتاعتك المهم ان انا هسيح السامنة بالشكل ده وبالفرشة هوزها على الورق كله ضفعة واحدة طبعا الورق عندي من كشكش فالسامنة هتنزل لتحت يعني كأن الورق كله ادهن من غير ما ندهنه هو مفروض لو دهنت الورق الجلاش وهو مفروض هيغلبك شوية وانت بتطبقيه فادهنيه بعد ما اتخلصيه كده خلصنا الصانية كلها هندخلها الفرن على طول بسخل الفرن من الاول وبزبطه على درجة حرارة متين وبحط الصانية على الرفل في النص والنار شغلة من تحت بس بتقعد عشرين دقيقة وخمسة وعشرين دقيقة بعد كده هنعمل خليط الكريم كرامل معايا كوبيتين لمن مقدرهم تقريبا كده نص كيلو لمن احط لهم معلقتين كبار سكر كمية السكر هنا اختياري ممكن تزوديها ممكن تقليليها زي ما تحبي بعد كده هفرغ كيس الكريم كرامل اللي هو ده احنا هنحتاج كيس واحد بس هنبتدي نقلب لحد بودرة الكريم كرامل لما تدوب هي والسكر في اللمن بعد كده هنرفع الخليط على النار والخطوة دي بعملها قبل الجلاش ما يستوي بخمس ست دقايق لو انا عايزة الجلاش عندي يكون طاري ولو انا عايزاه ما ارمش بعمل آآ كريم كرامل من الاول وبسيبه يبرد بعد كده بسوي الجلاش المهم هنرفعه على النار ونقلب فيه لحد ما يبتدي يغلي بالشكل ده بعد كده هنحط كيس فاناليا ونقلب تقلبتين تلاتة ونطف النار وبكده الكريم كرامل اللي عندي جاهز احنا عايزينه كده يعني بقوام معقول خفيف معقول مش تقيل ومتماسك عشان نعرف مصبه على الجلاش بطلع صنية الجلاش من الفرن بعد ما بتكون قعدة 20 دقيقة او 25 دقيقة وممكن تقعد نص ساعة حسب حرارة الفرن عندك هنا بقى لو احنا عايزينها طرية زي ما قلنا بنسقيها بخليط الكريم كرامل وهو سخن يعني بحضره قبل ما طلع الصنية من الفرن كده قبلها بخمس ست دقايق طب انا عايزينه مصبوط بسقيها بخليط الكريم كرامل وهو وسط يعني دافي شوية لو انا عايزينه مقرمش قوي بعمله من الاول واسيبه يبرد ولو لقيته تقل معايا بالمضرب السلكي كده بخفوقه حلو او لحد ما ينعم كده ويدوب بعد كده بسقيه الصنية بنوزدع خليط الكريم كرامل على الصنية كلها ومتقلقش خالص هو بيشربه ويدخل بين الطبقات ونصبط الطعم ما اكتر ونحل ليه بشوية من صوص الكرامل على الوش كده وزعي يا سيزي على الطعم ما فيش احلى من كده بعد ما تبرد خالص وده ده من الحرارة اللي فيها هنقطحها القطعة بصوا بقى الجلاش احنا مطبقينه ومكشكشينه طالع عامل ازاي القطعة شكلها يفتح النفس ومستوياتة سوية مظبوطة والسمنة متوزعة فيها حلوة قوي وطبقات الجلاش شربة خالجة الكريم كرامل وصوص الكرامل على الوش حاجة طحفة طريقة النهاردة ممتازة جدا ودي طريقة اللي انا بعملها من زمان وطبعا في ناس كتير اوي شافتها عندي في القناة بفكركم بيها علشان ان شاء الله في رمضان تعملوها جربوا طريقة النهاردة اللي اللي ما جربهاش وان شاء الله هتعجبكم